مرحبا يا جمال فرصة تعالوا سوف نحصل على حقيبة سينما والكلاوت بأسهل طريقة وبعدها بنصر كثير شكل الشنطة مرحبا هذا هو شكلها يا زماعة عن جدوى وكثير كيوت الشنطة وكثير حلوة الآن يا أصدقاء أخبركم كيف تفصلوا على ذي الشنطة لكن قابلت هذا الفيديو لا تستطيعكم تفصلوا على الحبيب النبي وكما يا أخيبين تكبثوا على زر اللايك وتشاهدوا بالقناة وكنت مش مشتركين ويلا سوف على الماض اول شي تفصلوا تلاقوا في أول كوميت بثبت أول ما يستح معكم الماض يظهر لكم حدث الشنطة تكبثوا على الأيكت هذه وبعدين يا جماعة تكبثوا على الحدث وهذه هي المهمات للحصول على الحقيبة أول شي عدد نسخة الحقيبة هي خمسين ألف نسخة ومتبقي ثلاثين ألف نسخة يعني عدد نسخة كثير متبقي بالنسبة للمهمات المهمة الأولى خدمة خمسة آلاف عميل في المقهة يعني أنك تشتغل في المقهة تبعك وبهيك تلحسب معك المهمة الثانية بيقول لك اجمع خمسة آلاف ماتة خلال الحدث يعني إذا فان معك أكثر من خمسة آلاف ماتة من قبل مش محصوبة لك لازم تجمع حين نزول هذا الحدث والمهمة الثالثة بيقول لك انت بك سينة مروية تم سراءها من المقهة الثام والمهمة الرابعة والأخيرة بيقول لك افتح الطابق الثالثين المقهة تبعكم المهمات كثير تهلي يا أصدقاء لكن تطلب منك شوية وقت والآن أخبركم كيف تنفذوا المهمات بنجاح نجي على المهمة الأولى خدمة خمسة آلاف عنيس المقهة كل ما عليكم تجووا على المقهة تبعكم وبتصيروا تشتغلوا بالمقهة بدكم انكم تتغلوا الزبان إلى المقهة أو بدكم تقدموا العصار إلى الزبان وهيك نحسب معكم نجاز تكمل معكم المهمة بالنسبة إلى الزواهر قايد هون في معكم حدث مثل ما بشوفوا أشار معي في علامة الصح كل ما بتنجدوا أحداث بعض الأحيان يعطوكم هون جواهر كمان يا جماعة هون مهمات إذا قضيتوها كمان يعطيكم جواهر فأنتم العمل مخيرين في تقدروا تقضوا بسرعة في هذا الكوف تباحكم تقدموا الأشياء إلى الزبائن وبعدها يعطوكم المصاري كمان إذا تأخذ المصاري تنحسب معكم وتضيف ناس إلى الكوف وبهيك تنجز معك أول مهمة بسرعة ومتل ما بتشوفوا عم تنحسب معي هلا أنا خدمت سبعين مرة في هذا المقهة المهم بتوصلوا إلى خمسة آلاف مرة كذلك يا جماعة تنجزوا هذه المهمات يعطيكم جواهر كمان تشوفوا هلا أنا أتيقوا جواهر لأنني انجزة السرعة تقدر إنكم تهاينا كمان يش specs تقدر أنكم تجمعوا الجواهر عن طريق فضح هذه الخارطة مع بعض الأحيان يش هذه هي مهمة الأولى لازم انكم تعملوا في المقاول المهمة الثانية لازم تجمعوا 5000 جوهر اما بالنسبة للمهمة الثالثة لازم تفتح الطابق الثالث اذا انت فاتح من قبل يأشر معك في علامة الصح لازم نحسب معك المهمة ترقائية انا مش فاتح تزاعي اجلى هون اوقف هون اوقفت على الثالث واحدة اللي فيها رقم ثلاثة وهيك يا جماعة انا فتحت الطابق الثالث وهيك يا جماعة اني نحسبت معي المهمة الانجددت معي حمى اذا بنو على الشنطة ونكبت على المهمات مثل ما بتشوفوا اشرت معي في علامة الصح خبرتكم يا جماعة انتم فاتحنا طابق الثالث من قبل المهمة ترقائيا نترقوها انه كاملة معكم ننتقل معكم الى المهمة الثالثة هاد الثالث المهمة الثالثة شو مطلوب منك تجي الى هذا المكان تتوقفون على هاد الدائرة المهمة بتقول لك امتى لك سينمرول فانت يا طبيق وشوف تعمل لازم تشتري هادي اللي حق سينمرول اللي يتعرض يكون بألفين وخمسمين جوهر فانت بعد ما بتكمل الجواهر وتجمع الجواهر تقدر تشتريها مجرد ما تشتريها ستنحسب معك المهمة هيا حلوين المهمات كتير سهلة لكنها تحتاج شوية وقت وهذا المهمة نستمر بتنزيل الاشياء المجانية منذ تقريبا سنتين لذلك انا كل فيديو انزل عن هذا المهمة اقولكم استمروا في تحديث المقهى تبعكم لان عطول ينزل الاشياء مجانية ويطلب منهم مهمات شوية بتكون تاخت وقت اذا انتم تحسون مقهى تبعكم او على طول انكم تطور المقهى فما بيأغض منكم وقت ودغري تحصلوا عليهم مجانا ولعوني يا حلوين يكونوا في وساطة الناس الفيديو اسمنا لكم بالتبعض بالنشرح كاتبعكم وبدأتوا في يوان الله ومعرف السلامة